بسم الله أبو الأبن والراحة القدس إلى أنوهد أمين أصدقاء المتابعين لقناة كوبتكوجي برحب بيكم في فيديو جديد على القناة وفي الفيديو ده هنتعرف على كيف يجب علينا أن نستقبل عيد ميلاد السيد المسيح للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان يقول القديس أمبروسيوس يكون الفرح عظيما وعدد الجموع كثيرا حينما يعيد لميلاد ملك أرضي فالجنود والقواد يرتدون أفخر الحلل ليسرعوا ويقفوا أمام ملكهم وتعلم الرعية أن صرور الملك يزداد برؤيته الزينة الخاصة وفرحها الظاهر فتضاعف اجتهادها أثناء الحفلة ولكن الملك كإنسان لا يعرف مكنونات القلب فيحكم بما يشاهده فقط على مقدار محبة الرعية له فمن أحب ملكه ارتدى أفخر الثياب أضف إلى ذلك أن الملك يوزع هبات كثيرة على الأمراء والإخوة الصغار ولذلك يجتهد المقربون إليه أن يملأوا الخزائن بالثروات الطائلة ليكون لهم نصيب منها هكذا أيها الإخوة يستقبل أبناء هذا العصر ميلاد ملكهم الأرضي بالاستعداد اللائق وابتغاء شرف وقتي فكيف يجب علينا نحن أن نستقبل يوم ميلاد الملك السماوي الذي لا يعطينا الجائزة المؤقتة في حسب بل المجد الأبدي ويجعلنا مستحقين لا الشرف من الرئاسة الأرضية التي تنتقل من السلف إلى الخلف بل إلى الملكوت السماوي الذي لا خلف له أما الوحي الإلهي فيقول عن العطاء المعد لنا لم تراه عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه فما هي الحلل التي نرتديها لنزين نفوسنا إن ملك الملوك لا يطلب الحلل الفاخرة بل نفوسا مخلصة لا ينظر إلى زينة الجسد بل إلى القلوب التي تغدمه لا يدهش للمعان المنطقة الفانية التي يطمنطق بها على الحقوين بل يبتهج بالعفاف المصوون الذي يتغلب على كل شهوة مغزية فلنسر إلى الملك السماوي متمنطقين بالإيمان متشهين بالرحمة من أحب الإله فليزين نفسه بحفظ وصياء ليرى إيماننا الحقيقي به فيصر بنا كثيرا إذ يرى طهارتنا الروحية فلنصن قلوبنا بالعفاف قبل كل شيء ولنقدس أرواحنا ولنستقبل مجيء السيد القدوس المولود من العذراء الفائقة الطهارة ولنكن نحن عبيدا أنقياء لأن من يظهر دنسا في ذلك اليوم فهو لا يحترم ميلاد المسيح بل يحضر إلى حفلة السيد بالجسد وأما روحه فتبقى بعيدة عن المخلص لأن الرجس لا يشترك مع القديسين ولا البخيل مع الكريم الرحيم ولا الفاسد مع البتولي بل إن دخول غير المستحق إلى هذا الاجتماع يستوجب الإهانة لوقاحته كذلك الإنسان المذكور في الإنجيل المقدس الذي تجاصر أن يدخل إلى وليمة العرس وهو غير لابس حلة العرس في حين أن أحد المتكئين كان يتلألأ بالعدل والآخر بالإيمان والثالث بالعفاف خلافا له لأنه لم يكن نقي الضمير فنبه الحاضرين لينفروا منه وكانت تظهر رجاسته كلما اشتد بهاء الصديقين المتكئين في عشاء العرس لذلك أمسكه خدام الملك بيديه ورجليه وذهبوا به وطرحوه في الظلمة الخارجية لا لأنه كان خاطئا بل لأنه خص نفسه بالجائزة المعدة للأبرار وعليه لنطهر ذواتنا من أدران الخطيئة مستقبلين ميلاد سيدنا لنملأ خزائنه بالهدايا المتنوعة ونخفف في ذلك اليوم هم الحزانة ونعز الباكين فلا يحسن أن نرى عبيد السيد الواحد واحدا مسرورا مرتديا حلة فاخرة وآخرا بائسا يرتدي ثيابا بالية الواحد مفعا بألوان الطعام والآخر يتدور جوعا وما تأثير صلاطنا حينما نطلب قائلين نجينا من الشرير ونحن لا نريد أن نرحم إخوتنا فإذا كانت مشيئة الرب تريد أن تعطي نصيبا للفقراء في النعمة السماوية فلماذا لا ندعهم يشتركون معنا في الخيارات الأرضية؟ نعم لا يجوز للإخوة في الأسرار أن يكونوا غرباء الواحد عن الآخر بسبب المقتنيات إننا نكسب شفعاء لنا لدى السيد عندما نطعم على نفقتنا الذين يقدمون الشكر لله فإذا مجد الفقير الله يجلب نفعا لذلك الذي بإحسانه مجد الله إن الكتاب المقدس ينذر بالويل الإنسان الذي يكون واسطا للتجديف على اسم الله ويعد بالسلام من يكون سببا لتمجيد اسم الله إن المحسن يعطي الحسنات وحده فيتوسل بذلك إلى الله بأفواه عديدة ويحصل على ما لم يكسر أن يطلبه من الآب السماوي وينال ما يريده بشفاعة الذين أحسن إليهم كما يقول الرسول قولس المغبوط ممجدا هذه المساعدة بمعونة دعاءكم لنا حتى أن كثيرون يؤدون الشكر على الموهبة التي لنا بواسطة كثيرين وفي موضع آخر يقول حتى يكون قربان الأمم مقبولا ومقدسا بالروح القدس أمين وهنا يشير القديس العظيم أمبروسيوس إلى أن من يحسن إلى الفقراء يكسب شفاعة قوية أمام الله بإحسانه على هؤلاء الفقراء لأن الفقراء دائما يدعون الله ويشكرونهم فإذا شكر الفقراء الله على العطية التي أعطاها لهم المعطي فإن بركات هذا الشكر يكون للإنسان المعطي له نصيب منها لذلك أيها الأحباء فلنتشح بالعطاء للفقراء ونحتضنهم كإخوة لنا لكي نكون مقبولين أمام الله متمتعين بميلاد إلهنا الصالح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين